سادس دامالامي محمد من الكاميرون والقراءة برواية حفص فليتفضل سادس دامالامي محمد من الكاميرون والقراءة برواية حفص فليتفضل السؤال والثالث السؤال والثالث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن الصفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهد الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يؤمنون صم بكم عمي فهم لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرط يجعلون أصابعهم في آمنهم ومن آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين حسبك السؤال الرابع اكرم من قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم لمن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفطهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا السؤال الخامس والأخير ذكرى من بداية سورة الحشر بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأولياء منكم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب حسبك شكرا بارك الله فيك